اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان بعد انتهاء شهر رمضان واجهزات الاعياد كلها كتير مننا لسه مش عارف يزبط نوم وكتير مننا بيعاني من الارق ولغباطة النوم ولغباطة نظام حياتنا طيب ازاي نقدر ان احنا نرجع تاني نزبط موعيد نومنا ونزبط حياتنا هنعرف كل ده من الاستاذة رندا الطحان اخصائي النفس اللي بتنورنا النهاردة في صباح الخير صباح الخير عليك والسؤال بيفرد نفسه على الناس كلها الناس هناخد وقت قد ايه علشان نقدر تاني نرجع نزبط نوم من الناس بقت بتنم اربع ساعات قبل الشغل واربع ساعات لما ترجع من الشغل وليسه موضوع النوم مش مزبوط طبعا يعني فكرة الارق في النوم بعد جمدان دي مشكلة ارادة ان هي بتقرد كل الناس فالفكرة كلها ان عشان اختلاف الساعة البيولوجية للنوم دي مشكلة احنا كلنا بنعاني منها وده بيحصل في رمضان بالفعل اه طبعا بيحصل ان احنا في رمضان ايه هو تكوسه ان احنا بنسهر فيه بالضبط والاجواء يعني احنا لو هنيجي نبص في عوامل بقية بتحفز الجسم ان احنا نبقى يعني في الوقت ده يقزين يعني احنا صحيين دلوقتي وسهرانين وبنتصحر متأخر الاجواء رمضانية كلها شغالة حتى في الشارع في البيوت فده بيحفزنا ان احنا نفضل مدة اليقظة بتاعتنا بتبقى اكتر من المعتقد فطبيعي يحصل لغبطة في الساعة البيولوجية للجسم طب احنا عايزين نرجع ده لازم علشان ارجعه ارجع الساعة البيولوجية للجسم تاني زي الاول بتاخد من اسبوعين لشهر وفي ناس يعني تمتد معها الفترة لحد ثلاث شهور عشان ترجع تاني من اسبوع لشهر اه هي بتبقى بشكل تدريجي ما بتبقاش مرة واحدة طبعا بس احنا بنحاول نمشي على بيزاحبة حالة من الاجهاد والصداع المستمرين طبعا طبعا في الاول لان احنا طبيعي في رمضان يعني حتى هتيجي تبص تكرني ما بين اول رمضان بيبقى عندنا الصداع شوح متعودين على نسبة كافيين معينة تدخل لجسم يعني انا في اول رمضان تحديدا مصدع جدا لا وغير بس مصدع الكمان لانا ممكن اخليني صهران لحد ساعة اتنين الفجر او ساعة الصبح بعد كده لاي نفسي على اخر رمضان انا مبنمش قبل الساعة ستة سبعة الصبح ايوة ما هو هيحصل تدريجي كده لحد برضو من تحصل العكس بعد رمضان هو نفس النظام ده كل حاجة علشان ان انا نغيرها في الساعة البيولوجية محتاجة ان هي تبقى بشكل تدريجي مش مرة واحدة فاحنا عايزين برضو نرجع ده بشكل تدريجي ونبقى متقبلين ان ما بيعني ان انا مش في يوم وليلا هصحى تغير نظامي لان احنا اخدنا 30 يوم في ترهير كامل الفكرة كلها ان احنا في البداية هنغير الروتين بتاع حياتنا اللي كان في رمضان ده ننسيه خلاص واحنا فعلا سهرنا وتعبنا وفعلا كان شهر جميل علينا بس نرجع تاني بقى لحياتنا الطبيعية المنتظم عشان الشهر اول حاجة هنبدأ نمارس حياتنا الطبيعية عادي ان الرياضة بتاعتنا اللي كنا بنعملها بعد الفطار نعملها الصبح لان الرياضة بالليل بتحفز الجسم على بيبقى عنده نشاط للاستعداد اللي ما كانش بيعمل رياضة بعد الفطار اللي ما كانش بيعمل لا خلاص بقى ده يبدأ بقى يعمل تاني فترة بقى الصبح بعد الشغل الفترة دي كلها بتبقى بتحفز الجسم ان هو يفضل نشط والفكرة ان هو بينام كويس بالليل بيبقى ساعات النوم بتاعته بتبقى افضل كتير وبينام بعمق يعني اللي هو مثلا ايه لانه عملنا مجهود بدني فترة الصبح فلما بيجي ينام بيحس الجسم خلاص بتكامل استرخدر فعلا فاحنا بننصح دايما ان الرياضة خلاص نقلبها من بعد الفطار لا تبقى نرجع تاني الصبح الكافيين والنيكوتين دي المشكلة اللي بنعني منها كلنا لان احنا كنا في رمضان طبيعي عنينا منها في البداية فكان بتسبب لنا صداع بتسبب لنا قرق ما بنعرفش في النام مش عامفين نشتغل وهكذا لحد ما تعودنا طبعا بمعدل فترات السوم بعد رمضان هنبدأ ان احنا نزبط ده ان احنا نقلله ونعمل كنترول عليه بمعنى ان انا اخد كوباية مثلا او فنجان القهوة بتاعي او الكافيين بتاعي الصبح وحاول ان انا قبل نومي بستة ساعات ما تخليش في رسمي اي كافيين او نيكوتين على قد مقدر لا والنيكوتين هننصح الناس اللي هما يبطلوا نيكوتين صعب هوا ده صعب يبطلوا اصلا خالص او ده صعب هنركز في الكافيين بالضبط لحد بالضبط انا قبل نوم بستة ساعات اوقف كافيين لان هو اريدي بيفضل مفعوله في الجسم لمدة ستة ساعات بيبقى عندي معدل كافيين في الدم لمدة ستة ساعات الجسم فيه بيبقى ناشط برضو فلازم ان انا قبل ستة ساعات خلاص هوقفه استبدله بلبن استبدله بأعشاب يعني اعمل برضو عملية استبدالي حاجات اللي هي بتهدي بشكل عكي بالضبط احاول ان انا دي حاجة لازم ان انا احاول اكونترول عليها علشان اقلل منها فجسمي يبقى عنده تأهيل واستعداد ان لما يجي ينام ينام ما بقاش انا عايز انام وجسمي صاحي او مخي شغال صحي لان هو ده الارج فعلا ان اللي احنا بنعاني منه ان الجسم همدان وعايز ينام وانت مش عارف تنام وانش عارف تنام اتحسن ان انت دي من وده بيعمل حالة من العصبية بشكل ما جدا انه بيأثر على المزاج ما هو تغيير الساعة البيولوجية هي بتأثر على المزاج وبتأثر كمان على نشاط الجسم بشكل عام فاحنا لازم نحاول ان احنا من طقصنا اليومية حياتنا الروتين بتاعنا لو بتدينا ان احنا نغيره هنبدأ ان احنا نرجع تاني نستمتع بيومنا عادي ومنحسش بالقرار نفس النظام برضو ان احنا نركز في الاكل بتاعنا احنا كنا في رمضان معتمدين ان الفطار ايه واجبة دسمة ولازم نفتر كويس بس نيجي في السحور بنعمل ايه بنأكل خفيف جدا عشان خايفين من الصوم ما نقولش حاجة تقيلة تتعبنا نمشي على النظام ده نطلع منه برمضان اخدين العددي يعني ما ينفعش قبل ما جنام اكل واجبة دسمة اكل حاجات تقيلة اكل سكريات كتير لان السكر طبيعا هو برضو يخلي الجسم ان هو في حالة نشاط بالضبط انا مننفعش بالليل اشرب مثلا اي نوع من المشروبات الغازية اكل سكريات بسكوت لا الوجبات الدسم برضو هتبقى صعب عليها في الهضم فبالتالي هتعمل لي اراك في النوم لان انا مش هعرف انام بسببها ده لازم ان انا اخد بالي منه برضو قبل ما نام قبل النوم بحوالي ساعتين ثلاثة احنا هنتكلم بشكل وقعي مش هجا اقول بست ساعات ساعة سبعة نوقف اكل انا بحس الكلام ده مش وقعي قوي لان طبيعي حياتنا والمشغوليات والمسؤوليات دلوقتي فيه ناس بتضطر تشتغل بالليل لازم بتاخد وجبتها ساعة بالليل اصلا بالضبط فخلينا نبقى وقعيين شوية ونرقف بحال الناس نهس فعلا بهم ونحن مش هنحط القواعد ثابتة ولكن كل واحد دي ساعته البيولوجية ممكن تبقى غيري انت مثلا تقدر تنام ست ساعات حضرتك تنامي خمسة وهكذا احنا بيبقى فيه اختلاف فيه عدد ساعات النوم بتاعتنا صحيح فلازم ان انا اتعامل مع الجسم على حسب طبيعة الشخص وروتينه اليومي طيب راندا ايه رأيك في الناس اللي بتاخد ادوية تساعدها انها تنام سواء الادوية المصرح بها او في ادوية كمان غير مصرح بها بيتحايلوا على الموضوع ويحاولوا يجيبوها علشان مش بيقدروا يناموا كويس وياخدوا الادوية دي بدون ما يرجعوا لطبيب كمان ودي بتبقى المشكلة الموضوع ده فخ عظيم لكل الناس يعني احنا بنتوهم دايما ما بين المنومات وعدد ساعات النوم وان انا هاد اعتمد دايما ان المنوم هو اللي هينيمني ففيه كده ارتباط شرطي ما بين النوم والمهدق او المنوم يعني قصدك اللي انا بقى اثير بعد كده فكرة المهدق او المنوم ده طبعا احنا خلاص بقى انت انا ربط نومي بالمهدق حتى لو انا عايز هحس اللي هو لا انا كابا ننتش العدد فهحاخده برده بالضبط العدد الكافي اللي انا بنامه مع المهدق فحسس ان الجسمي تعبان لحد ما بالفعل جسمك نفسه الوظائف بتاعته هيحصلها خلل وهيبقى تعبان لان انا دخلت كيميكا اللي طبعا في المخ فخلاص هي اللي بقت مسؤولة عن افراز الهرمون الملتونين بتاعي اللي هو البديل اللي هو قريدي بيتفرس طبيعي فانا بدخله من خلال الادوية فلا في مشكلة كده عبقيت عندي يعني ممكن ادوية دي تعمل حلة من الخلل او الاجهاد العام للجسم ده طبعا هي على فكرة مع الوقت بتبقى ادمان يعني احنا لو استمرنا عليها شهر اتنين تلاتة خلاص بتبقى مشكلة بتبقى صعبة ان انت تتحكمي فيها ان انت تبعيد عنها او تقليليها بالعكس الجرعب بتزيد مع الوقت لان هي بعد كده مش هتحسي بنفس المفعول اللي هي كانت بتدولك في الاول فمع الوقت هنزود الجرع فهنفضل بقى في الطريق ده مش هنطلع منه فانا لازم يعني او احب اقول ان الناس كلها تبعد هنفكت ان انا انام بمنوم انام بمهد ان انا لازم اعمل ده لا حاول ان انت تتضبط روتين يومك تبقى واعي ان انا اخد بالي من التركات بتاعتي اللي انا بعملها زي ما احنا قلنا رياضة لأكل الكافيين النيكوتين الناس اللي بتشعب صغيرة على طول حتى قبل صغيرة قبل النوم التليفون اي حاجة خاصة بالدوق لا زرق لابتوب موبايل اي ان كان ان انا فيه شاعة او صورة دوق لا زرق ده بيأثر جدا على النوم لان هو بقى محفز للجسم في ان هو برضو يبقى يقز واكتر نشاطا زي الناس اللي بتقولك ان هلعب لحد ما نام ده مش صحي هفتح جيم قبل ما نام انت كده منعت الملتونين اللي هو اللي بيتفرز علشان يساعدني على النوم هرمون الملتونين ان هو خلاص انا وقفت انا هنا بس عاوز اقف دي برضو لتوضيح لان انا قبل كده كان يعني معايضة كريم كان بيتكلم معاي بفكرة ان انا ممكن اعود جسمي على حاجة بتدي الارم المخ او يعني زي تنبيه لمخ ان انا خلاص انا كده في وضعية النوم بمعنى اللي انا ممكن اعود نفسك عليك اعود نفسك ان انت مثلا تتفرج على حاجة قبل ما تنام تتفرج على حاجة لا يتبقى قوي يعني حاجة مفهاش عنف حاجة مفهاش كده الدوق ده مش هيخليني اللي انا اصحى لا هو لو انا بقى مركز او مثلا الافضل الافضل خلينا اقول ان اخي بنسمع الموسيقى هدية يا انا مثلا ممكن افتح حاجة اسمعها يعني مثلا بشغل ما تفرجش ليه طول مناظري ان انا دلوقتي يعني محلي النظر موجه على حاجة معينة او على صورة معينة فانا كده بزود ان انا لأ انا بابدأ اصحى انا بابدأ افوق انا منصط لحاجة زي دي او مركز فتركيزي ازايد فنشاطي ازايد فانا خلاص بقيت مستعد ان انا قعد ساعة اطول زيادة نفس النظامنا مبنيجي نلعب قبل ما ننام لو انا اجي اقول انا هلعب جيم لحد ما نام هتلاقي نفسك ان الساعة اللي انت عادها بقت ساعتين بقت ثلاثة لقينا النهار خلاص طلع فهنتجر ننزل للشغل واحنا مطبقين صحيح فدي المشكلة لكن المفروض اهيأ جسمي بان انا ادخل ان انا انام يعني سيب مثلا انا بنام ساعة ثلاثة هدخل ساعة اثنين بصحى الساعة خمسة أصحى جبع بصحى الساعة سبع أصحى ستة لو عودنا نفسنا اننا اشتغل نظام ساعة بقليش بالتعود يعني انا واحد من الناس عندي انهم سلطان زي ما بيقول انا ممكن لان اتفرج على مسلسل او على تلفزيون وانام ممكن اشرب اهوة اخد الكافيين بتاعي وادخل انام طالما لان انا اعوز بنام نوم مع مية يعني حتى الكافيين اه الحمد لله من اقول انهم سلطان من نسماتك على فكرة. ده إجهاد يعني إجهاد متفكرة. أنا ممكن القهوة أخذ كافيين عادي جداً وأدخل أنام. طالما أنا عاوز أنام ممكن الكافيين ده أصلاً يخلي أعصابي تسيب أكتر. مش ينبهني. ما هو مع التعود. لأ أحنا اللي بنفكر كانت ما خلاص. أنا تعودت إن أنا ما بقيتش تعمل متعود. أشرب شاي ونام. بالضبط. لكن لما يجي مثلا أقول أنا. لكنه مش صح زي ما أنت بتقولي مش بيخليك تدخل الديب سليب زي ما بنقول أو النوم العميق. لا لا ما بيدخلش النوم العميق. أنت بتخلي نوم إجهاد وتعب أكتر من النوم عميق. صحيح. يعني ساعات مثلا الزهن بيبقى أو المخ بيبقى شغال. شغال ده حقيقة. فدي مشكلة. رغم أنت مثلا نمتي عشر ساعات نمت نشر ساعات. بتحسي لما يحصل. بس أنت صاحي مصدع. صحيح. جسمك مكسر. صحيح. أنت مانمتش. أنت مانمتش. بمناسبة الصداع. بمناسبة الصداع بقى. في كتير مننا خارج بعد رمضان تحديدا عنده حالة من العصبية من قلة النوم. وخلل كمان فيه التفكير من كتر الإجهاد اللي هو فيه. إزاي يقدر اللي هو يتأقلم ويزبط ساته البيولوجية. وتحديدا يتخلى عن فكرة العصبية الكتير اللي بتبقى موجودة عنده. أحنا الأول هنحاول نبعد على المؤثرات اللي بتعصلنا على قد ما نقدر. يعني مثلا ما حاولش أن أنا أعمل استرس على نفسي من مشاكل. وضغط في الشغل وضغط في البيت. وأن أنا نفسي كمان أستخدم مثلا حاجات تصير ضغطي وتوتري الموبايل كتير. أصلا بيوترنا كلنا. وإحنا مش حاسين المتابعة الأخبار على طول. السيئة بالزيت برضو بتوتر وبتعلي ضغط الدم على طول. فكرة إن أنا مش عارف أتحكم في العصبية بتاعتي دي مشكلة في حد ذاتها. إن كلنا لازم نتحكم في العصبية بتاعتنا. يعني كلنا ممعارضين لعوامل بيئية زي الزحمة. لو أنا ممعملتش كنت قلت وعارف إن ده أمر طبيعي والمفروض أتعامل معي. إن أنا أشغل مزيكة أعلي الهدفون أعمل أي حاجة. أتعامل مع الوضع الطبيعي ده على إنه وقع وأنا لازم أتعايش معاه لإن ده العادي. ما أخدوش على أعصابي في إن أنا إزاي وأنا متضايق والدنيا زحمة والشغل عامل لي مشكلة. لا أحاول إن أنا أكون هاين لين مع نفسي. هو المضالة ما بيبقى قرار شخصي بتحسي بإنك فعلا لو أنت واخدت قرار ده هتنزل تتعامل مع الزحمة إنها حاجة علي. أيوة لو أنا نازلة من البيت وجيت قلت الصبح كده لنفسي أنا النهاردة مش هتعصب. أنا النهاردة هنزل بقى ريلاكس ما فيش حاجة هتعصبني أنا أديت إشارات لمخي وعقلي الوعي بإن هو لو حصل أي موقف أنا هاخدو بالظبط كده يعني بهدوء. بالظبط. مش هتعصب مش هنفعل. مش هخلي عواطفي اللي تتحكم فيه على طول يعني. مش اللي هو أول ما يحصل حاجة هنفعل بعواطفي بدون أي تفكير بدون أي منطق أو وعي. صحيح. واتعامل بيه فخلاص عواطفي اللي معيشاني. هي اللي معيشاني ومحركاني بخلاني يتعامل مع الناس. فأي موقف صغير بسيط هيسير استفزازي فهتعصب. فمش عارف هتحكم في المزاج بتاعي طبعا. ودي مشكلة للناس كلها يعني بتحصل على أدفع الأسباب زي ما بنقول. بنلاقي فيه مشاكل بتحصل بتبقى كارسية. طيب دلوقتي احنا نرجع لنوضوات نظيم النوم بعد رمضان. التابس بقى لانتي تقوليها لنا عشان الناس ترجع تثبت نومها تاني. وكمان تثبت وقت شغلها وتكون فائقة ومصحصح للشغل. سريعا كده نقاط كده سريعا. أول حاجة هنمارس الرياضة بشكل منتظم لان الرياضة هي اللي هتساعدنا على النوم الصحي والنوم العميق. نحاول نقلل الكافيين على قد ما نقدر. حتى الكافيين اللي داخل في المشروعات الغازية قبل النوم بستة ساعات بالضبط. نبعد عن القيلولة المفهوم عندنا الغلط. القيلولة اللي هي مدة ساعة ساعتين ده يعني نهائي نبعد عنه بالذات الفترة دي نمسك نفسنا لحد ما نقدر لحد ما ننام. حتى لو ننام بدري. بس انا كده نمت النوم عميق. القيلولة أثبتت الدراسات ان هي من 20 إلى 30 دقيقة. ما زودش يعني مفيش ساعة على المصريين. لا احنا نقول القيلولة بالنسبة لنا ساعتين. ده غلط لان هو خلاص كده تده ان هو يديني نشاط اكتر فانا ممكن اكمل اليوم وانا ما اتأخر تاني فكاني ما عملتش اي حاجة. نفس النظام برضو موضوع الاكل احاول ان انا اخد بالي من الوجبات بتاعتي بالليل بزداد. السكر اقلله احاول ان انا ما اكلش وجبات دسمة او تقيلة. عشان ما تبقاش عندي مشكلة في الهضن. فهتزود عندي القرق فمش عرف هنام نوم كافي وعميق. الموبايلات على قد ما نقدر نحاول قبل نوم بساعة او بدوس ساعة حتى لو هنشغل بشكل تدريجي. ابعادها عني. ما بصش في الشاشة بتاعتها. وحاول ان انا اتذكر او اعمل تخيلات لنفسي عن يوم سعيد. بك ان الموضوع هيبقى سعيد. حاول اعمل تمرين تنفس واعي. لقبل ما نام بان انا مثلا اخد خمس عدات واطلعهم خمس مرات برضو. ده بيساعد الجسم ان هو يرتاح. لو احنا حسينا باي مشاكل مثلا عصبية توتر قبل النوم اعمل اي تمرينة بس وانا على السرير. او اشوف مختص. او اشوف مختص بالظبط كده لو الموضوع صعب جدا. لو الموضوع صعب جدا. صح كده هو يساعدنا من خلال الوجبات المنزلية زي ما بنقول احنا بنشغل عليها كده في العيادات. فهي بتبقى سهلة وهو بيبقى معاكي لحد ما بنفضل ان احنا نكمل اسبوعين نمشي على الروتين ده ونفضل مستمرين عليه عشان نرجع تاني. في امان يعني ان شاء الله اسبوعين شهر كده والكلين نمنا يضب. بالضبط كده ان شاء الله. وفي ناس على فكه من اسبوع بتبدأ ان هي هتعمل كنترول جمد قوي علشان طب تبقى خايفة على حياتها ونظامها لان الوش بيتعب الجسم بيورهر جدا. نظام اكلنا بيتدمر تماما. مزاجنا كمان بيبقى مش حلوة خالص وبنبقى متعصبين قوي لان قلة النوم بتزود العصبية زيادة. ده يعني كان الهدف من الفقرة النهاردة يا سيدة راندا فكرة اللي هو دعوة للتخلص من الروتين الحياة اليومية الرمضانية للعودة للعمل والانتاج مرة تانية بكامل طاقتنا الاستاذة راندا الطحان اخي السياسة الصحة النفسية نورتينا يا فندي في الصباح المشهر. شوف رانجزيل.